أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن المدريات العامة لدفاع المدني تقف مستعدة لتنفيذ خطة متكاملة تضمن أداء الحجاج لفريضة الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة المدرية العامة لدفاع المدني استعدت بالآليات والأفراد وحشدت كافة القوات التي بمشاءة الله ستباشر عملها في هذا الموسم نشر خدمات الدفاع المدني في المواقع التي يتواجد بها الحجاج سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة حيث تم تكليف أكثر من 17 ألف عنصر لهذا العمل إلى جانب 3000 آلية تتواجد لخدمة حجاج بيت الله الحرام